اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انهم مشردون بين الجنة والنار لا حسناتهم ادخلتهم الجنة ولا سيئاتهم ادخلتهم النار انهم عالقون بين الجنة والنار يشبهون اللاجئين العالقين بين الدول فما هي حكاية رجال الاعراف الذين سميت سورة بكاملها في القرآن على اسمهم ماذا يفعلون هناك و الى متى سيبقون وما هي اقوال علماء الاسلام عن الاعراف وهل نستطيع ان نفك لغز الاعراف في هذه الحلقة هذا ما سنعرف في هذه الحلقة وبكل وضوح اهلا بكم مشاهدين الكرام على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بكل وضوح مع رشيد اذا اهل الاعراف مشردوا الاخرة اهل الاعراف مشردوا الاخرة الاعراف كما قلت هي السورة في القرآن وردت كلمة الاعراف مرتين نقرأ في اول مرة وبينهما حجاب يعني بين الجنة والنار وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسماءهم يعرفوا كل واحد بعلاماته ونادوا اصحاب الجنة يعني اهل الاعراف يعني يستطيعون رؤية اصحاب الجنة فنادوا اهل الجنة ان سلام عليكم ثم يعود القرآن ويقول لم يدخلوها يعني اهل الاعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون بيسلموا على اهل الجنة السلام عليكم لكن نتمنى نكون معاكم يعني يا رب يا رب يا رب ندخل الجنة وهم يطمعون ثم تكمل الآية واذا صرفت ابصارهم الآن ستقلب يعني يحولوا انظرهم من اهل الجنة بعد من قالوا سلام عليكم يحولوا انظرهم لأهل النار تلقى اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب ما تدخلناش مع هؤلاء ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم وهم بيشوفوا في النار شافوا بعض الناس بيعرفوهم يعرفونهم بسيماهم ايضا مثل ما بيعرفوا اهل الجنة بسيماهم بيعرفوا ناس تنين في النار بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما نفعكمش اي شي جمعكم وما كنتم تستكبرون الاعراف 46 و48 وهذا سبب تسمية الصورة بالاعراف يعني انه ذكرت الاعراف طيب بدنا نشوف ما معنى الاعراف المفسرون في الحقيقة في مشكلة كالعادة اختلفوا في معنى الاعراف كالعادة واما قوله يقول الطبري وعلى الاعراف رجال فان الاعراف جمع واحدها عرف اعراف عرف وكل مرتفع من الارض عند العرب فهو عرف كل شي ارتفع في الارض تل مثلا عرف وانما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه على ما سواه من جسدي العرف اللي هو فوق الراس بتاع الديك فانما قيل لعرف الديك عرف لارتفاعه على ما سواه من جسدي إذن بسبب ارتفاع العرف فوق رس الديك صار يسمى عرفا بسبب هذا الارتفاع إذن وعلى الأعراف وعلى المرتفعات رجال وعلى الأعراف رجال وعلى المرتفعات رجال وكان السدي يقول إنما سمي الأعراف أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس يعني لاحظ أنه في تفسير آخر السدي قال لا ما تسمي أعراف لأن العرف هو المرتفع وهذا مكان مرتفع بين الجنة والنار بحيث يستطيعون رؤية أهل النار ورؤية أهل الجنة لا سميت أعراف لأن أصحابه يعرفون الناس يعرفون أهل الجنة ويعرفون أهل النار عن ابن عباس قال الأعراف سور كعرف الديك يعني في أيضا قول آخر قال ابن عباس يشبه القول اللي فسرنا به العرف هو المرتفع قال ابن عباس الأعراف سور سور مرتفع كعرف الديك قال أبو موسى وحدثني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أن الأعراف تل مرتفع تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار يعني هو مرتفع في لاجئين لاجئ الآخرة أو مشرد الآخرة ما عندهمش كفاية حسنات تدخل الميزان في النص ما عملش هكذا ولا هكذا يعني ما عندهمش حسنات كفاية لو كانت يمكن حسنات زيدة كان خلاص لكن ما فيه ولو كانت سيئة زيدة كان خلاص لكن هم الميزان بالتساوي جلسوا هناك منتظرين الفرج ماذا قال المفسرون عن الأعراف وبينهما حجاب وبين الجنة والنار حجاب يقول حاجز وهو السور الذي ذكره الله تعالى فقال فدورب بينهم بسور يعني في آية أخرى في القرآن بتقول في سورة الحديد فدورب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة يعني من جهة فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهو الأعراف التي يقول الله فيها وعلى الأعراف رجال قالوا أن هذا الصور المذكور في سورة الحديد هو نفس الأعراف المذكورة في سورة الأعراف ونشوف الآية بالتفصيل كما جاءت في الحديد 13 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فدورب بينهم بسور له باب اتفصل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب طب من هم هؤلاء الناس المحبوسون في هذا المرتفع هذا المكان اللي هو نوترل محايد لا هو جنة ولا هو نار في الشارع في الشارع برا او متل ما بيعملوا بافرينزون بين بعض البلدان لما تكون بينهم حرب متل ما عملوا الان بين تركيا وسوريا في بافرينزون او مكان بيحطوا فيه اللاجئين لحد ما تتحل الأزمة طب الأعراف مثل هذا المكان طب مدام هذا المكان موجود ومرتفع بحيث يستطيعون رؤية أهل الجنة وأهل النار من موجود فيه من الناس الموجودة طبعا اختلفوا أيضا اختلفوا في الأعراف اختلفوا أصحاب الأعراف رجال الأعراف منهم واختلف أهل التأويل في صفة الرجال الذين أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم على الأعراف وما السبب الذي من أجله صاروا هناك فقال بعضهم كل هذه أراء يعني أراء مختلفة وأحيانا الرأي يضرب الآخر هم قوم من بني آدم حلو يعني هم بشر استوت حسناتهم وسيئاتهم هذا قول من الأقوال وهو اللي تجد عند الكثيرين الآن أنهم قوم بشر لكن حسناتهم تساوي سيئاتهم فجعلوا هنالك إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء ما حتطين هناك لحد ما ربنا يأخذ قرار مش عارف يعمل معامي يعني لو دخلهم الجنة حيكون ظلم أهل الجنة لأنهم عندهمش حسنات كافية ولو دخلهم النار حيكون ظلمهم لأنه النار يعني كان لازم يكون عندهم أكتر سيئات أكتر فهم محتطين لحد ما يجد لهم والله حلا ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم في الأخير في الأخير خالص بعد ما ينتظروا هناك وتنتهي الأمور وخلاص أصحاب الجنة في جنتهم وأصحاب النار هم عادين يتفرجوا على المناظر بتاع الجنة والمناظر بتاع النار وخلاص هم بفرحين بأن أهل الجنة مستمتعين وخيفين لأنه شايفين ماذا يحصل لأهل النار فبالأخير بالأخير الله يقول خلاص طلعوهم من المخيمات ودخلوهم عن الجنة برحمتي أنا هحط الآن يعني لأن سيئاتهم ما عملت شيء وحسنتهم ما عملت عندهم بلاس وماينس وطلعوا بزيره أنا هحط رحمتي أدخلهم الجنة هذه خلاصة هذا القول عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم نفس الشيء فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة ما ما كفتش وخلفت بهم حسناتهم عن النار ما أيضا سيئاتهم ما كفتهم شيء دخلوا النار قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيه هتنوم يعني وكأنهم منتظرين قاعة الانتظار قاعة أو مخيمات الانتظار لحد ما ينتهي الموضوع ونشوف أخرتكم فيه في قول عن ابن عباس قال الأعراف عفوا قال ابن عباس الأعراف سور بين الجنة والنار وأصحاب الأعراف بذلك المكان يعني موجودين أو موجودون بذلك السور حتى إذا بدى لله أن يعافيهم يعني بيعود مدة غير معروفة يمكن ألف سنة يمكن ألفين يمكن تلات تلاف يمكن مليون يمكن مليونين يمكن عشرة مليون يمكن مليار سنة ما نعرفش ما نعرفش هم جلسين هناك مدة معينة حتى إذا بدى لله أن يعافيهم لما يقرر الله خلاص موضوعهم لازم نحسب فيه طولوا انطلق بهم إلى نهر يقال له الحياة الخدوم على نهر الحياة حافتاه قضب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك طبعا الروايات الإسلامية دايما لأنه بيحبوا اللؤلو وحبوا الذهب وحبوا وموجود فبيعود يوصف لك دايما أنه ترابه وصخره وأشجاره زعفران ومشعار دايما تجد هذه الروايات بخصوص الجنة فألقوا فيه فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم ويبدو في نحورهم شام بيضاء فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم ويبدو في نحورهم شام بيضاء يعرفون بها يعني خدوهم أو انطلق بهم الله أخدهم عن طريق الملايكة أو أي شيء مش مذكور في الرواية كيف سيأخدهم انطلق بهم إلى نهر فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم يعني أخدوهم حطوهم ألقوهم في النهر تصلح ألوانهم معناه يعني ألوانهم ما كانتش مضبوطة غالبا غالبا لازم ترجع بيضاء وأنا سأقول سأشرح لماذا لأن السواد معطية لأهل النار والبياض لأهل الجنة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فهذا معروف في التراط الإسلامي السواد لأهل النار البياض هؤلاء كانت ألوانهم لم تصلح فأخدوهم على نهر حطوهم فيه يعني بالمغربية نقول رقدوهم يعني بالمصر خللوهم يعني حطوهم خللوهم حطوهم لحد ما ألوانهم تتضبط حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن فقال تمنوا ما شئتم قال فيتمنون ماذا تريدون بعد هذا الانتظار كله يا رب إحنا بحيرة خمر يعني مش عايحبين نهر بس بحيرة صغيرة على قدر أو مثلا مش شجر كتير فواكه يعني ومش ما دقناش اللحم مليون سنة يريد فرخة مثلا حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم لكم الذي تمنيتم ومثله سبعين مرة سبعين مرة أمنياتكم مضروبة في سبعين فيدخلون الجنة وفي نحورهم شام بيضاء على عناقهم في شام بيضاء أنا قلت لكم أنه غالبا تغير اللون يعرفون بها لازم يحط لهم علامة مارك شامة ليه حتى يعرفوا أنهم مساكين الجنة هم دخلوا الجنة لكن لازم الله يعلمهم حتى يميزهم عن باقي الناس ولذلك أنا سميت أهل الأعراف أو أصحاب الأعراف مشردوا الأخرة لأنه حتى هم داخل الجنة هناك تمييز ضدهم لازم يحط لهم شامة فبيصير كل واحد يمر على واحد عنده شامة آه أنت من أصحاب الأعراف أنا من أصحاب الأعراف يعني بتحس أنه الجنة فيها طبقات مثل ما في الدنيا فيه طبقات فيه طبعا الأنبياء والصالحون وهدول هدول الـ VIP هدول أماكن محجوزة ليهم ما يدخلوهاش التانين وطبعا الشهداء أيضا فيه أماكن VIP بقية المسلمين الأطقية واللي مش عارف عندهم هدول فيه مكان آخر وهكذا إلى أن تصل إلى آخر آخر طبقة اللي هما بيعيشوا في دور الصفيح في الجنة يعني هما هما في في حاشية الجنة خلاص من بعدهم تقريبا تصير خارج الجنة بيعيشوا في في المناطق العشوائية بتاع الجنة بتحس أنهم هما أصحاب الأعراف مساكين الجنة فقراء الجنة هدول اللي دخلوا الجنة ما حلتهمش لا حسنات ولا سيئات دخلوا الجنة بصعوبة قال سعيد بن جبير وهو يحدد ذلك عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكتر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كانت سيئاته أكتر من حسناته بواحدة دخل النار كما قلت أنه واحدة ممكن تغير الميزان ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ثم قال إن الميزان يخف بمثقال حبه ويرجح قال فمن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف يعني سعيد بن جبير يقول أنه في الأخير أصحاب الأعراف هم اللي استوت حسناتهم مع سيئاته هنشوف فيديو فيديو للشيخ العريفي بيشرح حتى لا يقول قائل إنه هذا شرحي أنا رغم أنه أنا بحط الطبري وأقول المرجع أنه هذا من تفسير الطبري يرجعوا لصورة الأعراف يرجعوا لتفسير الطبري تفسير ابن كتير تفسير القرطبي أي تفسير هذا الكلام مش مستخبي الآن في مواقع كتير ممكن تدخل وتشوف أتأكدوا من هذا الكلام أنا أن نقول فقط ما قاله مفسر القرآن لا أفسر الآية من عندي وللتأكيد فقط للتأكيد أجيب شيوخ يقولوا نفس الكلام نحط لكم واحد من هؤلاء الشيوخ الشيخ محمد العريفي تفسير يتماشى مع ما قلته يتماشى مع ما قاله الطبري وما فسره مفسر القرآن خلينا نشوف العريفي ثم نكمل الحلقة من نداءات يوم القيامة أهل الأعراف وبينهما حجاب بين الجنة والنار وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم طبتم لم يدخلوها لم يدخلوها العراف بعد وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكفرون أهل الأعراف هم أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا دخول الجنة ولا دخول النار وقيلهم أقوام شهداء خرجوا إلى الجهاد فاستشهدوا لكن من غير أذن أمهاتهم ولا آبائهم فحبسوا عن دخول الجنة بسبب عدم استئذانهم لوارده وقيل فيهم أقوال أخرى أهل الأعراف ينادون ينادون أقواما في النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم يا أبا لهب نعرفك يا أبا جهل نعرفك يا فرعون نعرفك يا نمرود يا قارون يا فلان يا أميه بن خلف يا عقبه بن أبي معيط الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعظم النخر يابس وفته بين يديه وقال تزعم يا محمد أن الله يبعث هذا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم بصفاتهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم إذن نفس الكلام هو أعطى قولين قول أنهم اللي استوىت حسناتهم وسيئاتهم هم أصحاب الأعراف والقول الثاني هم ناس استشهدوا في سبيل الله طبعا فكالمفروض يدخلوا الجنة لكن فعلوا ذلك دون إذن الوالدين فحبسوا بسبب هذا الأمر فإذن هناك أقوال لكن في الأخير وطبعا في الإسلام اختلفوا فيهم في البعض قال ملائكة حتى حتى أكون دقيق لكن يعني الغالبية العظمى من المفسرين ذهبوا مع القول أنهم أشخاص محبوسون بين الجنة والنار بسبب استواء الحسنات أو تساوي عفوا تساوي الحسنات مع السيئات نعود للآية في الأعراف 46 و 48 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمةهم قال أنه سيبتدئ يا نمرود يا فرعون يا كده أنه سيبتدئ ينادو كل واحد باسمه حتى يعني يلوموهم ما أغنى عنكم جمعوكم وما كنتم تستكبرون يعني عادين كل واحد يا فلان يا علان فكأنه أصحاب الأعراف مثلا بعض المسلمين يعودوا يوم القيامة عادين يا نعرفك يا فلان ونعرفك يا فلان ونعرفك شغلوهم أنه جلسين على هذا التل بيتفرجوا وبيتكلموا على الناس اللي بيشوفوهم سواء من أهل الجنة أو من أهل النار المشكلة أنه المفسرين الذين يريدون أن يقولوا أنهم الملائكة الآية تقول على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمهم طب هو رجال بتحددهم آدميين يعني البعض قال أنهم رجال ومش نساء ممكن يكون طب النساء ما فيش استواء حسنات مع سيئات أو القصد ذكر الرجال لكن هو لم يستثني النساء لأنه مفروق منه أنه يكونوا ضمن ضمن هؤلاء ما تعرفش لأن الآية غير واضحة غير صريحة مش معروف فيه تفسيرات كثيرة فيه أسئلة كثيرة الواحد لازم يحاول يعرف إذن إحنا لو رجعنا للكلام اللي قال العريفي العريفي يمشي مع التفسير الذي يقول بأنهم أشخاص يأم استوت يعني بني آدم بشر مش ملائكة مش أي شي وهم من الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم أو ذهبوا للجهاد من غير إذن الوالدين عن قتادة قال كان ابن عباس يقول الأعراف بين الجنة والنار حبس عليه أقوام بأعمالهم وكان يقول قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم قد يكون هذا أو ذاك حبس عليه بعض الناس عندهم أعمال لم تسمح لهم بدخول الجنة أو قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم ولا سيئاتهم على حسناتهم تكرار لنفس الشيء الذي قيل من قبل عن ابن عباس قال أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا هناك على الصور الغالبية العظمى تبنت هذا الرأي أنهم أشخاص بين الجنة والنار عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال سئل رسول الله عن أصحاب الأعراف فقال قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة مثل ما قال العريفي هذا قول آخر استشهدوا لكنهم عصوا الوالدين فالمعصية تحبسهم عن دخول الجنة والاستشهاد يحاول يدخلهم الجنة وصاروا بين الاتنين لهم دخلين الجنة ولهم دخلين النار فسموا بأصحاب الأعراف سؤال طب لو كان الله سيدخلهم في الأخير في الأخير في الأخير حيدخلهم الجنة ليه شردهم مدة طويلة على هذا التل قاعدين لا هم من أصحاب النار ولا هم من الجنة يعني حتى يعلمهم درس المرة الجاية لو لو وتيحت لكم فرشة تشتغلوا أكتر إيه الغاية من حبسهم يعني مليون مليونين عشر مليون سنة مش عارف مائة مليون سنة إيه الغاية من الحبس هناك يعني وإيه الغاية أنه يخليهم هم أصحاب الأعراف يعني هم معروفين عند الآخرين أنه أصحاب الأعراف الفكرة الأعراف يعني فكرة يعني مضطربة ما فيهاش ما فيهاش أي شيء أي غاية منها قال أبو جعفر التبر في الأخير رجح الأقوال قال والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناء فيهم هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم هم ناس يعرفون رجال يعرفون هذا ويعرفون ذاك ولا خبر عن رسول الله يصح سنده ولا أنه متفق على تأويلها ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة ما فيهاش اتفاق على تأويل هذه الآيات مشكلة أنه ككثير من القرآن يقرأه المسلمون وتسمت صورة بكاملها على اسمهم ومحدش عارف من هؤلاء أهل الأعراف صورة الأعراف صورة الأعراف صورة الأعراف من هم أصحاب الأعراف وجلسين هناك ليه أي سبب جلسهم في هذا المكان لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تزؤكم يعني من الأشياء الغريبة في الإسلام أنه تجد بصطلحات وصور وكل شيء ولما تبتد الدقق تجد ولا واحد حسم الموضوع كل واحد يدلي برأيه وأنا متأكد بعد هذه الحلقة سيأتي كل شخص في التعليقات لا أنت مش فاهم قال فلان ما هو قال فلان وقال أعلان يعني ما نجبت الأقوال يعني في تضارب في الأقوال ما فيش قولك فقط عن السدي في الطبري قال يعرفون كلا بسمام يعرفون الناس بسمام يعرفون أهل النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههم يطلوا على أهل النار وجوهم سوداء متفحمة ويطلوا على أهل الجنة وجوهم بيضاء والبياض في عند العرب وفي التراث الإسلامي هو عنوان الجمال والسواد هو عنوان القبح حتى نكون يعني هذا من الأشياء العنصرية في التراث الإسلامي هذا مش قولي أنا أعلق على ما هو موجود في التراث الإسلامي فقط خلينا أخذ الأخت صباح من الولايات المتحدة أهلا بك أخت صباح تفضلي أنا مش سامع شي والمشكلة عندي ولا عند الأخت أنا سامعك أنا الأخ وليس الوحيد أنا متأسف متأسف إحنا متعودين على صباح اسم مؤنث فأنا متأسف ليس مشكلة عزيزة سامعني سامعني الله يقويك يا أيها الطيب في مدخلة صغيرة نعم في هذا التناقض الموجود من ضمن التناقضات الأشياء التي ذكرتها في البداية يقول عندنا هؤلاء الأعراف أنه الله راح ينتظرهم خليهم بهذا الويتينج زون إذا ما شاء الله بعدين في آية أخرى يقول يسألهم وين بدكم تريدون وتروحون فهذا مو قرر الله بحيث قرار أم هما يقرارهم مش قرار الله لا هو قرر لكن في الأخير يعني شو تتمنوا يعني فيزيدهم على متمنياتهم يجعلها سبعين مرة يعني هو فقط يعني عايز يفرحهم أكتر إحنا أنتو بدكم مثلا بيت هعمل لكم سبعين بيت بدكم حضيقة هعمل لكم سبعين حضيقة مثلا أوكي بس يعني يخيروه بين الجنة والنار يقول أنا بدي النار لا طبعا فالتراقض في كل جوانب نعم اي رأيك في هذه الفكرة يعني على فكرة مش كتير من المسلمين يعرفون هذا الأمر في البعض يعرف لكن الأكترية لا يعرفون أنه في مكان اسمه الأعراف وفي ناس مستنيين هنا لا هما من أهل الجنة ولا هما من أهل النار اي رأيك في هذه الفكرة يا أخي أصلا الفكرة هي أصلا مبهمة مثل ما هو إله محمد مبهم مثل ما هو مبهم لأله هو ولهذا ما سيكون ذلك المسلمين مع احترامات إلههم يعني لو تجي على الوصفة المنطقي الجغرافي الملموس إذا هي تلة كيف يقفون هل قد ناس هل قد ناس هل قد سنين على هل تلة بعدين موضوع الشهيد إذا ما راح ما ما خذ رأي أهله راح يروح على النار زين هي المهم الشهادة يعني يطفع دمه أجل الله بين قوسين لو ياخذ رأي الوالدين وين الأهمية هون فحتى موضوع الشهادة نقصوها بمسألة أنه ما ما أخذ الوالدين نقصوها فكلها التناقضات كلها التناقضات بس أطلب من الله الله يفتح حيونهم وفتح حيونهم نقصوها أمامكم الأرقام أمامكم الأرقام مفتوحة بخصوص أهل الأعراف بيعطينا بيعطينا نظرة أخرى موجودة في سورة الأعراف سورة الأعراف من السور اللي بتعطيك يعني لما تتأمل فيها تجد نوع من السادية السادية موجودة في هذه السورة يعني تلذذ المؤمنين بعذاب الكافرين في لذة في متعة ولذلك لحد الآن الكثير من المسلمين حتى يروحوا على التعليقات لما يقولوا أنه عذاب القبر غير موجود ربنا يخليني أحضر عذابك أو مثلا يوم القيامة حتشوف فهو حابب يكون ضمن الحاضرين اللي يشهدوا ويستمتعوا بمنظر عذاب رشيد يعني حيكون عنده لذة يعني حيستمتع متعة حيكون عنده متعة وهو يشوف رشيد يشوى ويقلى وباربيكيو وقلبوا من هذا الجنب ورجعوا على الجنب الآخر واضربوا واضربوا الراس ومش عارف وهو مستمتع بهذا المنظر في الأعراف 44 يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار في نفس الصورة حتى تعرف أن الصورة سادية ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أصحاب الجنة يا أصحاب النار إحنا وجدنا ما وعدنا ربنا في القرآن حقا في فعلا لقينا فيه أنهار خمر ولقينا فعلا أنهار لبن ولقينا حريات أهو اسمعوا اسمعوا في حريات فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أنتو وجدتم لوعدكم الله في القرآن حق من عذاب ومن زقوم ومن حميم قالوا نعم فأذن مؤدن بينهم أن لعنة الله على الظالمين حالق جاي يعني هذه الآية تحتاج تعليق لكن خلينا أخذ الأخ موسى من الجزائر تفضل أخي موسى أهلا أخ راشيل أهلا أهلا بيك موسى موسى بتاع شمال مالي مرحبا بيك أنت رسلتني على الإيميل كذا مرة ورسلتك وانيشن رسلتك المهمة راشيل والله أنا أوجد كلامي إلى المسلمين قبل المسيحيين كل خرافات كل من صنع البشر من صنع البشر أنا أؤكد هذا وأنصح ليس معني أن يتركوا هذه الخرافات هذه الخرافات ليس لها أي عنص حقيقي كنكوزع بلات والأفاطر الأولين كما ذكر في القرآن والقرآن يكشف نفسه بنفسهم والعلماء كشفوا أنفسهم بأنفسهم كلها خرافات خزع بلات أفاطر الأولين كما ورد في القرآن نفسه وأن هذا الزكاة الذي نجيله في الإسلام القرآن ليس من محمد وحده ليس من محمد وحده الذين جاءوا بعد محمد هم الذين أضافوا أشياء كثيرة أشياء كثيرة أوضيفت إلى القرآن لتلميع صورة القرآن وصورة محمد نعم خرافات خرافات في خرافات ما رأيك في الأعراف؟ الأعراف الأعراف هذه القصة وردت في الديانات السابقة حتى في المالوية والدردشتية حتى في الصابقة الديانة التي سبقت الإسلام منها ما ذكرى منها هذه الأمور الأعراف غير الصحيح غير الصحيح كذسي كذب نعم وأنا أتمنى أن الناس يبتدوا يفكروا لأنه لما تفكر منع التفكير ومنع التساؤل هو أحد الأسباب لمخلية الإسلام مستمر لو كل واحد كان من حق يسأل من غير ما يتم قمعه ولا من المجتمع ولا من السلطات ولا من الشيوخ ورجال الدين لكان حال الإسلام اليوم أفضل أو حال المسلمين يعني حتى يكون دقيق أزلوك الآن عندنا في الشمال عندنا في الشمال كثير من الناس فاقوا يا ليت لو أن صوتك لو أن صوتك يصل إلى عمة الأفارقة معظم سيدرك الإسلام لأنهم لا يعرفون هذه الأمور لا يعرفون هذه الأمور والإسلام يشرح لهم أو يترجم لهم باللغة الفرنسية والإنجليسية نعم والذين يترجمون هم مسلمون وهم يحاولون تنمع لإصالة الإسلام نعم الأخموسة أنا سأتواصل معك عبر الإيميل أنا قرأت الإيميلات وأنا متأسف للأمور اللي بتمر فيها هتواصل معك خارج البرنامج أيضا إن شاء الله يا ربنا الله يحميك وإيضا خلمتك الله خليك شكرا 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 نعود للتسوير السادي اللي كنت أتكلم عنه في صورة الأعراف ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقه فهل وجدتم ما وعده ما وعده ربكم حقه يعني ما كفهمش يعني الظاهر إنه المتعة الموجودة في الجنة مش كافياهم حابين يزدادوا متعة أخرى وهي أن يعرفوا أن التانيين بيتعذبوا أنا لو كنت يعني وصلت إلى هذا المصير الأخراوي لازم أكون في حالة من الاكتفاء في حالة من الاكتفاء الروحاني اللي أنا مش محتاج أسمع ماذا يحصل للآخرين حتى أستمتع أنا يعني أنا لازم أتأكد أنه مثلا فرعون يعذب حتى أنا أشعر ها ها الله يعني الجنة عظيمة الآن أعظم يعني اشرب هذا الخمر ها يا فرعون وجدت ما وعدك ربك حقه خلينا نشوف أكتر التفاسير التبري ماذا قال ونادى أهل الجنة أهل النار بعد دخولهما يا أهل النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا في الدنيا على ألسن رسله من الثواب على الإيمان به وبهم وعلى طاعته فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنتهم على الكفر به وعلى معاصيه من العقاب فأجابهم أهل النار نعم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا تخيل هو التصوير مضحك كوميديا إلهية الكوميديا الإلهية هي هذه يعني في ناس بيتعذبوا وفي قمة العذاب يعني مقامع من حديد وضرب ونار تدخل من بطنهم وتحرق الجلود وتقطع الأمعاء وزقهم وحميم وسلاسل ومش عارف عذاب لا يفتر بأقصى أنواعه أههً أههه وسمعين صوت التنين هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أهه وأههه Pence التصوير. يعني هم فضيين لكم يعني. الفكرة يعني مضحكة. كوميديا الهية. طب حيسألوهم المرة الاولى ولا حيسألوهم المرة التانية ولا كل شوية حيسألوهم. ولا بعد سبعين سنة يمكن يجي يسألوهم ها وجدتم ما قولنا لكم مرة اللي فاتت وجدنا. سبعين سنة اللي فاتت. وبعد مئة سنة تاني يعني بيملوا شوية لانه الجنة الخمر واللبن وخلاص يعني الامور بتصير مملة. ها وجدتم ما وعدك ما خلاص قلنا لكم في المئة سنة والمئة وسبعين اللي فاتت. هي نفسية التشفي. كاتب القرآن عنده عقدة من الآخرين. نفسية التشفي اسقطت على التصوير او تصور الاخرة. ونادى اصحاب النار. اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. يعني الان. كل ده في الاعراف على فكرة. نفس السورة حت توطيكم فكرة ان هي 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 الاعراف هي الكوميديا الالهية. الكوميديا الالهية. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء اعطونا شوية مي او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرم على الكافر. هم مستمتعين. فرحين بالموضوع. هم مش حت. تاخدوا. ولا كاس لبن. ولا كاس خمر. هم. موتوا. موتوا بغيظكم. عن ابن عباس ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قال ينادي الرجل اخاه او اباه. ركز معايا. ينادي الرجل اخاه او اباه. فيقول قد احترقت. افض علي من الماء. فيقالوا لهم اجيبوهم. يقالوا دايما لما يقول لك يقال يعني صوت كده مبني للمجهول. ناريتر اللي بيكون يحكي القصة. يقالوا لهم منسوب لله الملائكة اي شخص تان. يقالوا لهم اجيبوهم. فيقولون ان الله حرمها على الكافرين. سؤال. انا انا حابب كل واحد يتخيل. يمكن ناخد مكلمة من المغرب قبل ما اطرح هذه الاسئلة الصعبة الان. ناخد الاخ جمال من المغرب اهلا بيك. هلو اخر جمال تفضل. الاخ رشيد. اهلا بك. انهار كبيراش انا انا مرحبا بك والأخ راشيد أنت مضخرة الله يخليك مضخرة لي أنا شخصيا أشكرك على هذا الكلام الجميل من شخص جميل لا مش كلمة هذا الكلام من القلب يا أخ راشيد وستطيق لي الزماني وستطيق لي الزماني ستلقاوم عندك الأخ راشيد شكرا لك يعني اللسان يعجز عن رد تعابير الشكر والعرفان لكم أنتم مضخرة لنا أيضا ولكن أنا مضخرة لي أنا مضخرة لي يكون عندنا مغربي نعم مغربي في شخص أخ راشيد هذه مضخرة لنا كمغاربة الله يخليك شكرا أخي هذه بعد الديانة ديانة كل واحد يخد ديانة اللي يبقى نعم فراء إنسان يفشي مثل المغربي أنا بنصريرك المضخرة وفوق المضخرة شكرا لك الموضوع بليوم نعم الموضوع بليوم هذا الموضوع يعني يتيح قضية أساسية أنه في الجنة في طبقات نعم صحيح لي مخصرش تكون الربط واحد صحيح ويعمل إنسان كإنسان واحد لا فرقة بينه مفروض أني مفقير مفروض أن تكون سوافية مفروض تكون ديانة في الحطار مو الديانات لي تنقرأوا القرآن هناك فرق نعم هناك درجات نعم نعم هناك فرقة أخرجين وغيرتك لجلو حذ الحلقة خاصة هذه الحلقة ديال غار حراء ولا كهف حراء نعم يفرقوا بيناتها نعم ودعنا نخليك نتاع اي حتى أنا لا تسوء غار حراء وماذا أنا مع الدين ولا كهف حراء واشتنى الكهف ولا غار وكهف حراء شكرا تقولك ترخصوا يكون تحت رجليهم يشوفوه نعم نعم والكهف بوحده نعم نعم وأنا مضحرا لي أتكلم معك اليوم شكرا منك شكرا أخي شكرا على هذا الاتصال أخ رشيد بريدك تصل بيها لأنا بغي نتكلم معك أمور أخرى حاضر لو الأخوة يأخذوا رقمك وأنا سأتوصل معك شكرا لك أخ جمال طب نعود إلى الأسئلة اللي كنت أريد أن أسألها نادى أصحاب النار أصحاب الجنة قال ابن عباس ينادي الرجل أخاه أو أباه أنا الآن يعني أنسى أنه رشيد ينتقد معتقدك تخيل نفسك داخل الجنة أبوك وراء الصور في قمة العذاب يصرخ يا ابني يا بنتي أعطني شربة مي لا الله حرم على الكافرين موت به هل هذا استمتاع هل أنت يعني فعلا هتكون مستمتاع في الجنة بسماع أصوات جيرانك وهم يتعذبون ويحرقون هل هذي متعة يعني هذا واحد سايكوبات يعني واحد مريض نفسيا هو اللي يستمتع بأصوات الآخرين يعني اللي صور هذا التصوير فعلا عنده مشكلة عنده مرض يعني أنا جالس مع حور عين وعندي خمر وعندي لبن وبسمع مستمتع مش أنه الأصوات معزولة ما فيش ما بتشوفش لا 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 يصلني كل شيء من الجهة الأخرى ومستمتع يعني أنا مستمتع بالموسيقى العذاب وبصراخ الآخرين طب أنا كيف هنا هيحصل لي هذا عذاب هذا جحيم عنده شخص سليم هذا جحيم إنه يسمع أبوه بيتعدب في الجهة الثانية يطلب منه شربة مية هذا جحيم لوحدة تسمع أمها أو بنتها في الجهة الثانية بتصرخ وتطلب شربة مية هذا جحيم حتى لو عندي أنهار خمر نفسي تتسد حتى لو عندي مش عال هذا جحيم كيف إنك هذه الصورة يتمناها المؤمن كيف هذه الصورة لا يتمناها أي شخص جنتكم جحيم ما فيش فرق بين الجحيم والجنة في هذه الحالة لأنه أن أجلس في هذا المكان ونسامع عذاب الآخرين وأنا عارف ومطلع لا ومش فقط هذا وأهل الأعراف عاديين شايفين المنظر كله يعني بيطلوا على هذا ويطلوا على هذا أهل الأعراف وكشفين لهم الصقف يعني كشفين لهم صقف الجنة وصقف النار وعاديين على التلة ولا أدري هل هم بيتفرجوا على حور العين والعمليات كلها مع الحور العين عاديين يتفرجوا عليها أيضا ولا فيه شوية ستر وشوية برايفسي يعني خصوصية ربنا يرحم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون على نفس السياق اللي في الأعراف سورة المطففين 34 إلى 36 فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون المؤمنون عاديين يضحكون على الكفار على الأرائك ينظرون عاديين على الأرائك الله الله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني هل فعلا أخذ الكفار جزاء على ما كانوا يفعلون استمتاع عندهم هذا ينظرون حتى مش السماع قاعدين يشوفوا مستمتاعين بمنظر عندهم سكرين يعني فلات سكرين قاعدين يشوفوا يعني آه شوف 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 والدي شوف شوف أمعه بتنزل يعني تدوب شوف 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 طب أنا أسأل سؤال احنا عارفين أنه والد محمد بحسب الحديث الصحيح في النار أبي وأبوك في النار وعارفين أنه أم محمد في النار استأدنت وربي أن يستغفر لها فلم يأدن لي خلاص الاتنين في النار هل محمد سيقعد على الأرائك مستمتع بمنظر شيء الوالد والوالدة يعني يععد مستمتع بهذا المنظر هذي عقلية مريضة مريضة اللي صور هذا المنظر أنه اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون هذا عقلية واحد مريض فعلا فعلا مريض عنده مشكلة يحب بيفرح برؤية هذه هي السادية يفرح يستمتع بيحصلوا نوع من النشوة لما يشوف الآخرين ولما يسمع سرخهم وهم في الألم بيستمتعوا بألم الآخرين في بعض الناس قالوا لي طب انت مش هتحب يعني تشوف الديكتاتوريين متل هتلر وغيره يعني يروحوا جهنم لأنا متكلمش عن العدالة الناس اللي عملوا شر يجازوا عليه لهذا منطق آخر لأنا أتكلم عن أنت قاعد مستمتع برؤية وسماع الآخرين يعذبون هي القضية مش عدالة مع الآخرين طب سيبك من هتلر شي الهتلر من طب واحد مش هتلر ما آمنش فقط بالرسول شخص طيب جميل جارك المسيحي جارك المسيحي جارك الملحد جارك لديني الطبيب الدكتور اللي كان بيعالجك وهو ملحد الطبيب الدكتور اللي كان هو بيخترع لك واللي عمل لك الفيسبوك الآن واللي اللي عمل لك تويتر واللي عمل لك اليوتوب بتحط عليه فيديوهاتك يوم القيامة هتقعد على القرائك وانت مستمتع انه معدين يعذبوا فيه تعالى يا زوكربيرج تعالى اليوم هنعملك باربيكيو يعني هنشويك شي ويلدن يعني هنعمل وانت قاعد لا لسه في حتة حمرة كده ما تزود شوية النار انا عايز تشوفوا كده ويلدن ايه ايه هي هي فكرة وتخيل والدك لا يؤمن بنفس ما تؤمن به انت مش مسلم وتخيل بنتك وتخيل اخوك واختك وتخيل كل الناس حبيبك اللي درست معهم في المدرسة واصحابك والجيران كلهم والست فلانة والست علانة وكل الحبيب جزء كبير منهم شفتوا في النار بيتشوي هل هذا منظر سيمتعك يوم القيامة وتعود على الارائك وانت مستمتع على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون كان ابن عباس يقول السور بين اهل الجنة والنار فيفتح لأهل الجنة ابواب فينظرون وهم على السرر متكئين الى اهل النار كيف يعذبون فيضحكون منهم لاحظ الاستمتاع ويكون ذلك مما يقر الله به اعيونهم ان ينظروا الى عدوهم كيف ينتقم الله منهم يعني كتير من الناس يمكن من المسلمين عندهم هذه العقدة حابب انه يشوف فلان ورشيد مثلا من ضمن الناس اللي حابين يحطوهم اليوم في جايانت سكرين مثلا عملاق شاشة عملاقة كده يحطوهم يوم القيامة كثير من المعلقين يحبوا انه يشوفوا يوم القيامة رشيد على فلات سكرين حطي لكم وانتم على الارائك تنظرون عن قتادة قال كعب ان بين اهل الجنة وبين اهل النار كوان لا يشاء رجل من اهل الجنة ان ينظر الى غير من اهل النار الا فعل يعني في في نافذة في كده نافذة تفتح كل واحد حابب شخص عند حطه في باله ويشوفه من اهل النار بيشوفه فلان هتولي منظر فلان هو منظر مضحك يعني الله لا هتلل لبعده انا حابب اشوف فلان عقليات مريضة شيء الاخر لاتكلم عنه الاخ جمال انه في الجنة في طبقات وهو زكي في الاشارة الى هذا الامر وحيي على هذه الملاحظة عن ابي سعيد الخدري عن النبي قال ان اهل الجنة يتراؤون اهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الذر الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم يعني في الجنة طبقات ان في الجنة مئة درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اوسط الجنة واعلى الجنة هذا ما ساختم به الجنة فيها طبقات فردوس اعلى وانتنازل فيه الاغنياء في الجنة الاغنياء بالحسنات والاغنياء بالاعمال الصالحة واللي راحوا استشهدوا واللي قتلوا في سبيل الله هذول عندهم قصور وحيشين في هاي كلاس هذول في آي بي بتاع الجنة وفيه اللي دخلين بشوية الطبقة المتوسطة وفيه الطبقة الدنيا اي جنة هذي الطبقية من علامات عدم العدل وانه فيه ناس فوق ناس هذي من علامات حياتنا الان مفروض انه حياة اخروية ما تكونش فيها هذه الطبقية لكن القرآن والاحديد كرسوا الطبقية حتى في الاخرة المفروض انه تزول كل الاشياء في الاخرة خلوا نفس الاشياء اللي في الدنيا بل اسوأ منها انه ناس تفتح لهم نوافد ليطلوا على العذاب ويستمتعوا بها اذا الاعراف قصة الاعراف وصورة الاعراف وعلى الاعراف رجال كلها بتوصلنا لشيء واحد انه تصور مريض معكوس في القرآن ويارتو بقى او بقي فقط في النصوص بل هذا التصور انعكس على مجتمعاتنا انعكس علينا انعكس على الناس اللي بنعيش وصرنا نشوفه واقع الان كم واحد يتمنى يتشفف في التاني ويشوف ويتعذب حتى تقر نفسه هذه ليست عقليات مؤمنين وهذه ليست نفسيات مؤمنين الله لا يصر بموت الشرير بل بعودته اشكركم وعلى اللقاء في حلقة اخرى والرب يكون معكم اشتركوا في القناة